شن طيران التحالف السعودي لمرتي غارات على مناطق في حرد وميدي وجبل ذباب بمديرية بني حشيش بالعاصمة صنعاء أكد التحالف في بيان له أنه استهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها الحوثيون في الهجوم على مطار أبهى وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس تنفيذ هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطار أبهى السعودي وذلك بعد يومين من هجوم مماثل بصاروخ كروز وفي تطورات ميدانية أخرى تجددت المواجهات بين الحوثيين والقوات السعودية في نجران جنوب غربي المملكة وأعلن الحوثيون أنهم قصفوا مواقع عدة للقوات السعودية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين وفي السياق نفسه قام الحوثيون بشن هجوم على مواقع للقوات الحكومية اليمنية في محافظة الضالع كما استهدف الحوثيون مواقع أخرى للقوات الحكومية في محافظة البيضاء وسط البلاد